عزيزة الله بالصف السادس الابتدائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هشرح لكم التنوين على الهمزة المتطرفة. ودي اه قاعدة املائية. اه طبعا لازم نعرف الاول يعني تنوين. التنوين زي ما احنا عارفين هو نون ساكنة زائدة. نون على سكون زايدة. بتيجي في اخر الاسم. وانا بقول الاسم لانها ما بتجيش لا في الحرف ولا في الفعل. بتلحق اخر الاسم. بس نط مش كتابة. يعني بنطقها بس ما بكتبهاش. ايبه التنوين نون ساكنة زائدة تأتي في اخر الاسم او تلحق اخر الاسم نطقا لا كتابة. وعندنا تنوين بالضمة. وفيه تنوين بالفتحة وفيه تنوين بالكاسرة. طيب اه التنوين بالفتحة بيظهر على الحرف الاخير من الكلمة. تنوين بالفتح. يظهر على الحرف الاخير من الكلمة. وبيضاف بعده الف زائدة. بنحط معاه الف زائدة. التنوين بالفتحة بالتحديد. بيتحط معاه الف زائدة. اه زي مثلا لما اقول كلمة مثلا اه متحمس. فلما عملنا تنوين بالفتح بقول متحمسا اروح طالع بعد السم بالف كده وحط عليها الايه بحط عليها التنوين لكن الالف اللي بطلع بيها دي في حالات ماينفعش اطلع بالالف في حالات ماينفعش فيها اطلع بالالف لا بحط التنوين على اخر حرف موجود قدامي على طول طب ايه الحالات دي هقولكو عليها بس لما نشوف التدريب الاول ده او المربع الاول ده اك او الجدول ده اكمل الجدول بكتابة الكلمات الآتية منونة كلمة زي مديني كلمة ناجح فمدها لمرة بالتنوين بالضم ناجح ومرة بالفتح ناجحا ومرة بالكسر ناجح وعايزنا أعمل زيه شجرة 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 متحمس متحمس متحمسا متحمس معلمة 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 فأنا جبتها بالتنوين بأنواع التنوين الثلاثة وطبعا أنا عرفتلكم التنوين وقلتولكم في التنوين بالفتحة بنطلع بالف مع التنوين لكن في حالات ما بنطلعش بالالف ده ودي الحتة المهمة بقى والتركة يعني اللي هم عايزينكم تعرفه. آآ هنا بيقول لي برضو خلي بالك ان التنوين لا يأتي مع الكلمات التي تبدأ بقل. زي التنوين ما بيجيش آآ في الفعل وما بيجيش في الحرف. كمان ما بيجيش في الكلمة لو بدأت بقل اللي هي للتعريف. يعني ممكن اقول فصلا او فصل بس لو زودت قل وقلت الفصل يبقى ما يمفعش حط تنوين في الكلمة دي بقى خلص. تمام. اقرأ ولاحظ الكلمات بين الاقواس في الجمه اللي اتيه. اقرأ ولاحظ الكلمات بين الاقواس في الجمه اللي اتيه ثم اجيب. زارة الاسرة شاطئا رائعا. يصنع حيوان محار لقلقا طبيعيا. انهيت جزءا كبيرا من المشروع. وانتم لاحظين كل الكلمات اللي معي دي. اه منونة بالفتح. ولو انتم لاحظين برضو ان انا طلعت بالف مع التنوين. طلعت بالف وطلعت بالف وطلعت بالف مع التنوين. تمام? جزءا. اه جريئا طلعت بالف مع التنوين. تعالوا نبصوا في الجنب التاني. هيبقى فيه تنوين بالفتح بس نشاطلع بالف. كرأ الاب. كرأ الاب نبأا هاما في الجريدة. شايفين كلمة نبأا؟ فتنوين بالفتح زي شاطان والأولاد. لكن حطت التنوين على الهمزة اللي في الاخر ما طلعتش بالف تاني. يرتكب الكسول خطأا زي نبأا برضو. هي برضو هامزة في الاخر هامزة على الاف. حط على التنوين على طول. يمنح يمنحوا الشباب والبلاد عطاءا. لو انتم لاحظين دي هامزة على الالف في الاخر. لكن دي الاف مد وبعده هامزة على السطر. الاف مد بعده هامزة عملت معا نفس الحركة. حطيت. التنوين بالفتح على الهمزة مطلعتش بالف. وزي عطاءا كلمة مساءا. يبقى انا مبطلعش بالالف لما تكون الكلمة منتهية بهمزة محطوطة على الالف. حط التنوين على طول. مبطلعش بالف مع تنوين الفتح. زي نبأا وخطأا. وكمان لما تكون الكلمة منتهية بهمزة قبلها الاف مد. دي الاف مد. برضو بحط التنوين بالفتح على الهمزة على طول ما مطلعش بالف. ركز اوه في الحكتة اللي زي دي. عشان هتجينف صوب في الامتحان. الكلمات الملونة جاءت منونة بالفتح والكسر والضم. تمام. الكلمات الملونة او بدينا اختيارات وانا اخطاها. يا تركت ملونة بالفتح ولا بالكسر ولا بالضم كلها منونة بالفتح. سواء دي او دي. اخترت الفتح. الكلمات الملونة. كلها بقى. همزتها. جاءت في الاول ولا همزتها في النصف. الوسط يعني. ولا همزتها في الاخر. لا. كلها همزتها في الاخ. لما اخترت الاخ. اه في اخر الكلمات. ولذلك تسمى الهمزة اللي في الاخر دي بنسميها همزة. متوسطة ولا متطرفة. لا متطرفة. لانها جاء في الطرف. او متوسطة دي لو جاء في وسط الكلمة. طي. لم تكتب الف التنوين في الكلمات الملونة في المجموعة به. مجموعة به. آآ لم تكتب الف التنوين اللي هو الالف اللي بنطلع به مع التنوين بالفتح. قصده كده. الالف اللي بنطلعه مع التنوين بالفتح. زي حفل. حفلا. زودت الف هو مع الليل في الاخر. في الكلمات دي ما زودناش الالف ده. ماشي? لان الهمزة فوق الالف. الهمزة فوق الالف في ايه بقى عايزنا نكتب. في نبأ وخطأ. كدفق الالف ايه. وكذلك لم تكتب ألف اللي هي الألف اللي مع التنوين بالفتح في كلمة عطاء ومساء ليه بقى؟ لأنه ما ينفعش الهمزة تقع بين ألفين ما ينفعش يبقى فيه ألف فاروح هنا أحطت كمان ألف لا كده هتتخنق مش تقدر تاخد نفسها خالص تمام؟ يبقى حرام كده لازم أهولها الدنيا شوية فمش هنخط ألف كمان كيفية عليها الألف اللي سادت عليها من قدام فهنحط لها لإيه؟ هنحط لها التنوين عليها هي على طول مش هنوقعها بين ألفين واتنين حتى لا تقع الهمزة بين ألفين نعم؟ بنستنطق إيه من الكلام ده بقى؟ إن ألف التنوين بالفتح التنوين بالفتح لما بيجي مع ألف الألف ده هاي؟ ما بنكتبهايش امتى؟ لو كانت الهمزة وكانت الكلمة اللي معي فيها همزة متطرفة على الألف يعني فيها همزة والهمزة جاية على ألف كده في الطرف التاحة فيه ألف وعليه همزة المختصر يعني. الف عليه همزة. لو انا لقيت الكلمة منتهية بالف عليه همزة زي كده بحط التنوين على الايه? على الالف اللي عليه همزة على طول. ما بطلحش بالف كمان. تمام? طيب. امتى برضو ما بكتبشي الالف دي? لما تكون الكلمة منتهية بهمزة برضو متطرفة. همزة هي? بس قبل منها في الف مد. الف مد. فقلت ما ينفعش احط كمان الف اشي بخلقهاش. تمام? يبقى يكفي عليه الالف الاولين. يبقى احط برضو الايه? احط التنوين بالفتح على الهمزة على طول. مش لازم نرسم بعدها ايه? الف تاني. لان كده هتقع بين الفين اتنين. فهنسد على الهوة ممكن نموتها كمان. طيب تعالوا بقى نحل التدربات على الكلام في الصفحة اللي وراء. الكلام الحلو اللي احنا قلناه ده. بيقول لي قعد كتابة الكلمات منونة بالفتح. هنعيد كتابة الكلمات دي منونة بالفتح. ومديني هناء. واخدين بالكم من هناء. هدي همزة وقبلها الف مد. فهنخط التنوين بالفتح على طول ما ينفعش طعب ان انا فيه. طيب. مديني كلمة تنبؤ. هنعملها تنبؤا. هنا باقي خلاص ما فيش مشكلة. فهنطلع بالف ونخط عليه ايه? ونخط عليه التنوين بالفتح. اه كلمة جزاء. انا قلت لما يبقى فيه الهمزة وبقى قبلها الف مش يرفع نوقعها بين الفين اتنين. فاروح عاملها بالشكل ده. اه كلمة منشأ. هتبقى برضه انا قلت لما كلمة تكون مختتمة او منتهية بالف عليه همزة بنحط عليها التنوين على طول ما بعملش الف كمان. اه مديني كلمة بدء. انا بدءا. مفيش مشكلة ان انا اطلع بالالف بقى لان ما فيش الف قبله. هنا مش فتقع بالالف ايه? فحط لها الف وحط عليه ايه? خط عليه التنوين بالفتح. ليه بقى? لان ما فيش الف قدامه. فخلاص حط لها الف. لجوء. برضه نفس الكلام لجوءا لان ما فيش الف قبله. هي حرف مادة او بس ويا ومش الف. اه مبتدأ. احنا قلنا الكلمة لما تنتهي بالف عليها همزة. برضه ما بين ايه? ما ما نحطش الف التنوين. ما نحط التنوين على الهمزة على طول. تكافؤ. برضه نفس الحكاية. فيش مشكلة هنا هطلع. ما فيش مانع ان انا اطلع بالالف. فحط عليه ايه? التنوين. مضيء مضيئا. في الحالة اللي زي دي بيقولي لما الكلمة تكون منتهية. بهمزة على السطر. همزة على السطر ايه. وآآ ما بعدها يمكن ان اتصل بما قبلها. ازاي يعني مش فيه? يعني انا لو طلعت لو حطيت الهمزة على نبرة. شايفينها محطوطة انا بقى لسنة ايه. مش عليها يعني. وبعدين اطلع بالالف التنوين فانا عادي ممكن اوصل الالف باليه. اليه ده اروح موصل في الالف كده واحط الهمزة على سنة زي كده. ده اسمه يمكن اتصال ما بعدها بما قبلها. ممكن اوصل الالف باليه. عدم فيش مشكلة. وزيها كمان كلمة دافئ. دافئا. ممكن اوصل الالف باليه. مش هتقول لا. وزي شي شي. شيئا. وزي قارئ. قارئا. وزي عبئ. عبئا. تمام? طيب في حالات ما ينفعش ان انا اوصل الالف دي بالحرف اللي ايه? بالحرف اللي قابله. مش هينفع. طيب هناخد عليها امثلة الحالات دي كمان. طيب اه جبتلك انا مثال بقى عن الكلمة تكون منتهي بهمزة على الصدر. ولا يمكن ان تتصل ما بعدها بمقابلة زي مسلا ضوء. ضوء. ماشي? انا بكتب بصحوبة طبعا عشان ماسكت الفو. ضوء. لو انا حبيت انون الكلمة دي بالفتح. خلي بالو. مش هعمل زي ايه? زي مضيء. لمضيء انا لو طلعت بالالف ممكن اتصلوا باليه اهو. اتتصل الكلمة كلها بعدها وحط الهمزة ايه? على نبرة زي ما احنا شايفين. انما ضوء. الهمزة على نبرة زي ما شايفين فاكتبها شبهة دي. لان لو ما بيتوصل دي فيها حاجة من جنب ده. بترفصه. لو بترفص الحروف اللي الناحية دي. بيتوصل بقى من الناحية دي بس. علشان كده لو ضوءا حبيت انونها بالفتحة لازم اطلع بقالف احط عليه ايه? احط عليه التنمين زي ما احنا شايفين كده. فما بتعملش معاملة مضيء. ضوء غير مضيء. ركزوا في الكلمتين دول بقى. مضيء بوصل للشبط الكلمة كلها ببعضها زي ما انتم شايفينه بطلع بالايه? بالتنمين بالفتحة. انما ضوء مش هينفع. انا انا هشبط الالف في الواوي ازاي? الالف بترفص. ماينفعش. لو انا شبطت فيها حاجة من هي تروح رفصها على طول تسيرها. فعمل ايه? فاروحك اتبقى بالمنظر ده بقى. عشان تيمشي معاي. تمام? طيب. وعندي كلمة عبئة كتب كده. ده ممكن يتوصل بداية مشكلة. وعندي كلمة نبأ. انا قلتك ان انا الكلمة لما بتنتهي بقى الف عليه همزة. بحط التنوين عليها على طول. ما بطلعش بالف تاني. وانا قلت كمان لما الكلمة بتنتهي بهمزة. آآ زي ما احنا شايفين على السطر قبلها الف مادة ما ينفعش. او انا بحط التنوين هحطها الف تاني عشان ما تقعش بين الفين. وعندي كلمة بط. هكتبها بطئة لان ممكن ان تتصل الف بالطع. طيب ما بترفص بقى. طيب ايه? بيتوصل بقى اي حاجة ما بتقولش لا. طيب تعالوا ناخد التدريب اللي بعد كده. اقرأ الجمل الاتية. هنقرأ الجمل. وبعدين هنعاد كتابتها تاني. بس بعد ما نشيل من الكلمات اللي متلوينة دي. هنشيل منها قال. ايه بقى? لان احنا هننوينها. والتنوين ما ينفعش يجي في كلمة فيها قال. نركز بقى. راعة احمد الشاطئ من بعيد. فعايز ينوينها. فعايشير منها قال. فاقول لي راعة احمد شاطئا من بعيد. فانا لما جيت اكتب شاطئا منونة بالفتح. شايفين انا عملت ازاي? الطه زي ما انا لسه قيلة زي زي مثلا كده بالبطء كده. مع الاختلاف طبعا. ان الطه ممكن تتصل بالالف بتاعت التنوين بالفتح. فكتبنا الهمزة على نبرة راح نطلعا بالالف وحطينا على التنوين شاطئا. فبقى منظرها كده. هي مش معطردة. الطه ما بتعطردش ان فيه اي حرف يمسك بعدها. عجل فيش مشغيل. مش زي الواو. الواو اللي ما بتحبش. اه مش زي الديل. الديل برضو ما بتحبش حد يمسك فيها كده من الديل بتزهب. اه ولا الزين. ولا الراء. كل الحروف دي بترفص على طول اللي يمسك فيها. ما ايه? ما طرداش حد يمسك فيها خالص من الجنب ده. طيب المسال التاني بيقول لي تابع المشاهدونا الضوء في السماء. انا يمسك فيه من هنا يا جمع. تمام? فعلشان كده انا لما لوينها هطلع عليها بالف احط عليها ايه? وحط عليها التانيون بتاعها بقى عايب. تابع المشاهدونا ضوءا انا حتى لسه شرعها لكم كدبها لكم ايه? تمام? ضوءا في السماء. طيب شربة محسن الماء من الصنبو. اه طابعا كلمة الماء شو منها الالف ولا فاكتب ايه? شربة محسن ماء من الصنبو. انا احس الجمهور التباطؤ في اداء اللاعبين. كلمة احس الجمهور طباطؤا برضو نفس الحكاية مش هينفع. اه طباطؤا الواو مش هاتق ما بتحبش تباسك حد فيها من وراء. فلزلك هنكتب الايه? هنكتب التانيون زي ما احنا شايفين بالشكل ده. وهتفضل همزة على الايه? على الواي. في اداء اللاعبين. طباطؤا بطلع بقالف وحط عليه التانيون. اه اكتشف التلميذ الخطأ في كتابته. خطأا على طول كلمة بتنتهي. بقالف عليه همزة. بحط عليها التانيون على طول ما بطلعش بقالف تاني. تمام خطأا. تمام كده. حدد الخطأ في الجمهور الاياتية وصوبه مبينة السبب. شايفين كلمة اه شكرا كتبها ازاي? شكرا. فان يعمل حج الالف اللي انا هحط عليه التانيون بالفتح. شكرا للابطال الذين يدافعون عن الوطن. شكرا بتتكتب كده ما بتتكتبش كده. لازم مطلع بالالف يحط علي التانيون. ليه? لانه تانيون بالفتح. حطي له الف بقى يحط علي التانيون. طيب يدخل التلاميذ الفصل بهدوء. شوف بهدوء. معظمنا بقى لما بنتملة بنعمل التانيون بنكتبه نون. طب يا ميسة انا بغلط. انا مش عارف اعمل ايه علشان اخلص من المشكلة دي. انا هقول لك ببساطة خلاص. انا ما اقول لك بهدوء. حاول انت تشيل النون مع نفسك. لو حاولنا نشيل النون هنقول ايه? بهدوء. بهدوء. طيب هلالك كلمة تقصرت? بازت معاك? حصل لها مشكلة? لأ فضلت هدوء زي مايه. تبقى دي تانوين مش نون اصلي. طيب لو انا حبيت مسلا اجيب كلمة. اخيرها بقى نون اصلية. وحبيت اجرب ان انا نشيل منها النون. حبيت اشيل منها النون. تعالوا نجرب كده نشوفها هتنفع او لا? زي كلمة مسلا ايه? الوطن دي. هقول وطن. تعالوا نشوف وانا بمليك. هقول لك الوطن. او وطن. عشان في بعيش فيها الف قلمة فهتعرف ان الف قلمة ما يجيش معاك. وطن. انا مش عارف وطن ده تانوين ولا نون حاولت يشيلها مع نفسك. فهتقول وط. ايه ده? بعد ما كانت وطن. اخلاه وط? انا بقى لبنان انجليز. يبقى ما ينفعش. طالما ان انا شيلت النون واختل معنى الكلمة. لبقى دي النون اصلا مش تانوين. انا شيلت النون وما اختلش معنى الكلمة. تبقى دي تانوين. تمام? ده حاجة سهلة خلص تعرف بها التانوين من ايه? من النون الاصلا. طيب بعد كده بالقوله يدخل للتلميذ الفصل بهدوء. بهدوء انه هو كاتب التانوين نون وده خطأ طبعا فانا هعمله له ايه تانوين? لان التانوين هو نون ساكنة زائدة تنطق ولا تكتب. انت كتبها انا ليه اعمل حاجة تنطق ولا تكتب ولا تكتب. طيب اه التقى التلميذ برا في قي هي. التقى التلميذن يا سلام. التلميذن. جايب لي التانوين مع كلمة فيها قل. ينفع? انا لسه قيلين. ان الكلمة لما يبقى فيها قل. مينفعش ليجي فيها تانوين. يبقى اول التقى التلميذو. التلميذو. لان التانوين وقل عمرهم ما يكتموا في كلمة واحدة. ليعت التانوين مع اسم فيه قل. هي قل التعريف. ما بيحبوش بعض خالص. تمام? يبقى ما يجوش مع بعض. كده بيقول لي جايب لي فقرة بقى. وبيقول لي اقرأها وحل عليها. الكسل حالة تتميز. بيعرفك الكسل بقى انطرف لما تبقى كسله. تتميز بعضا من رغبة في القيام بالاعمال. مليش نفسه اعمل حاجة. او المهام التي تتطلب اداء او تركيز. مليش نفسه تركيز. مش قادر. ويعتبر الكسل سلوكا سلبيا. اكيد طبعا بس مش هارف اعمل ايه. فهو يؤثر في الانتاجية. تأجيب انتاج ازاي وانت اساسا انسان كسله. وترطب عليه تأجيل الاعمال. اه? اجل اجل ما انت كسله. وتراكمها. واجبات تتراكم عليك. دروس تتراكم عليك. ما الكسلين. مما يؤدي الى توطر زائد. الله بقى عندي دروس كتير. ما ذكرتهاش? اذا كنت ازاي يا مام? خلاص كده هتتوتر. توطر زائد. هتوترني معاك. يؤدي الى توطر زائد وضغط نفسي. خلاص الضغط نفسيا بقى. مش عارف اعمل اي حاجة هتشل. وللتخلص من الكسل اقوله والنبي هتخلص منه ازاي? يمكنك ان تحدد اهدافك. عشان تتخلص من الكسل تعرف اهدافك ايه? انت عايز تعمل ايه? طيب انا عايز اعمل كزا وكزا وكزا وكزا. في حاجات كتير عايز اعملها. مش قادر. لا ارتب بقى اعمل اولويات. انت عندك خمس حاجات عايزين يتعاملوا. ايه الاهم حاجة فيه هو اكتبها الاول. واللي اقل اهمية خليها التانية. اللي اقل التالتة. اللي اقل الاقل حد ما تلاقي نفسك حطوت اللي مش مهمة اقول في الاخر. رتب اولوياتك. عندي درس بكرة. رياضة. يبقى ذاكر رياضة الاول. لان العرب لسه مسلا قد مهمين. تمام? رتب اولوياتك. وهي كزا في كل الاشياء. وتضع خطة واضحة بدءا من اليوم. خط لك خطة واضحة. من النهاردة. اه. 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 ابدأ. انا هدفي كزا وكزا وكزا وكزا. ابدأ رتبهم بقى. الاهم فالمهم. تمام. تعالوا بنشوف الاسئلة. استخرج من الفقرة اللي احنا قرأناها دي ما يأتي. سلاسة كلمات منونة تنوين مختلف. يعني مرة بتضم ومرة بالفتح ومرة بالكسر. حالة تمام? حالة اهي. طيب كلمة منونة بالفتح اداء كلمة منونة بالكسر. توطر اهي. نشيء اهو. مش معلفينهم جايبينهم من هنا. بعد كده بيقول لي هاد برضو استخرج كلمتين منتهيتين بهمزة متطرفة. متطرفة مش متطرفة اللي في دماغنا يعني. لا متطرفة انا جاي في الاخ. متطرفة منونة بالفتح. هاد كلمتين منتهيتين بهمزة متطرفة وفي تنوين بالفتح. اداء وبدءا. موجودين عندكم مصحفة. مش معلفين هم موجودين هنا في القطر. تمام? انت ادور عليهم مهاتهم انت بقى انا طلعتهم لك وانت اشوفهم بقى. وبين سبب رسمة الف التنوين في احدهما وحسوا في الاخري. في واحدة منهم لسمنا الف حطينا على تنوين. وليه في واحدة حطينا تنوين على الهمزة على تنوين. عارفين دي? لان انا قلت ما ينفعش طاقة الهمزة بين الف ايه? هتتخنق هتتشل. لمان? لا يبقى اطلع يحط لها الايه? حط لها تنوين عليها على طول. انما هنا ينفع ليه? لان ينفيش قبلها حمزة بقى خلاص. هي قبلها حرف ساكن بس ما هوش قصد الف. قبلها حرف ساكن. بدءا. لكن الحرف الساكن مش الف ماد. عشان كده ايه? ما فيش مشكلة مش هي تتزنق. يبقى اطلع بقى الف وحط عليه التنوين. تمام? يبقى رسمت الف التنوين. في بدءا لان الهمزة ليس قبلها الف ماد. اما في كلمة اداء فلم ترسم الف التنوين. لان الهمزة قبلها الف ماد. ولا يجوز ان تقع الهمزة بين الف عين. تمام? تمام. خلصنا الفيديو. وخلصنا الدرس بتاع التنوين. هنعمل بقى في فيديو تاني. نصوص الاستماع المتحررة. عشان ما تزهقوش مني. وانا ازهق منكم. ذكروا الدرس ده كويس. درس ده مهمة بتاع التنوين. مهم جدا جدا جدا. والتنوين بالفتح. وركزوا فيه. وبعدين. حطوا لايك للفيديو. واشتركوا في القناة. وفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل الفيديوهات اللي احنا بنزلها. اول بول على الايه? على التليفون بتاعك. فما تحسش ان انت بتتراكم عليك الاعمال وما تكسلش. يلا شوفكم في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.